بذلك خلينا نروح نشوف بعض تعليقات حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة سؤال حلقة مرة تانية هو إزاي بتأهلوا أبنائكم للامتحانات أو المذاكرة في رمضان هناخد بعض التعليقات في تعليق للأستاذ هيسم المصري وتعليق كبير قوي وخصص كده نصيحه للتأهيل في رمضان وبرى رمضان يقول سبع الخير على كل أهل مصر سبع الخير على حضرك يا أستاذ هيسم يقول كباح الدكتوراه فإن نصيحتي لكل الأباء والأمهات أنهم لا يظهروا شعورهم بالقلق والاكتئاب خاصة مع قرب موعد الامتحانات وعدم اتهام أطفالهم بالتقصير المستمر بل يجب احتواءهم وتشجعهم وتحفزهم على المذاكرة وحب الدراسة والمعرفة والمتابعة باستمرار مع الأبناء لقياس مستواهم في التحصير الدراسي من خلال جمل بسيطة زي يا طرع تعلمت إيه النهاردة في المدرسة تعلمت إيه جديد النهاردة إحنا وفقين فيك أنك هتساعدنا كلنا وإنت الحلم اللي عايشين علشان ونشوفه حاجة كبيرة وغيرها من الجمل التشجعية هتساعد أطفالنا على الإقبال على التعليم بالنسبة لتأهلهم في رمضان فالأمر يختلف عن باقي شهور السنة ويجب وضع خطر المذاكرة وعمل الواجبات المدرسية واستغلال أوقات الاستيقاظ للسحور بأنه بعد صلاة الفجر يكمل مذاكرة وحتى الذهاب للمدرسة وحسب الدراسات فإن ده أفضل وقت للتحصيل وبعد العودة من المدرسة يحصل الطفل على راحة مع السماح له بمشاهدة أحد البرامج الترفيهية كتحفيز له على استمرار المذاكرة مع الحد من استخدام الأطفال للموبايل نظراً لما يسببه من اكتئاب وعصبية وعدم الرغبة في الدراسة والتغيب على المدرسة وتشتيت للمعلومات التي تم تحصلها وبالتوفيق لكل طلاب مصر مش هاجئك اللي هو تربوي هو بيقولك أنا كباحث دكتوراه بالضبط يا عسل النوت دي يعني فكرة كمان الأبحاث هو معاد الصحيان المحدد اللي هو قال عليه لأن أنا كنت قرأت شوية أبحاث كده أو دراسات معمولة خراجية لا والله بجد يعني لا والله نمسى الدقائق أنا عارف إنه شكل ما يديش كده خالص والله أبدا ما تقولش كده لا لقيت إن فكرة اللي أنت العقل بيسترجع المعلومات في نفس تقريباً الوقت اللي أنت دخلتيله كحصل فيها عملية إدخال المعلومات فلو أنت متعودة اللي أنت تذكر الصبح بدري ده أكتر فترة بيكون العقل نشيط فيها فكي التثبيت الروتين يعني فما ينفعش عشان كده دايماً يقولك الناس اللي بتلقيه بتطبق لأن أنت هتيجي أول ما توقف قدام ورقة الأسئلة هتلاقي المحصلة يعني تقريباً عشرين أو تلاتين في الماء من اللي أنت مذاكره مع أن أنت مذاكر وعارف الإجابة لكن مش قادر أن أنت تطلعها طيب خلينا ناخد شمس النهار بتقول صباح الخير يا مصر وصباح الخير عليكم جميعاً والله بعد الفطار فرصة كويسة جداً للمذاكرة والحمد لله بيروحوا الامتحانات ومندمجين وهم بيتعبوا شوية بس كويسة علشان يتعلموا أن رمضان عمل مش كسل بحقيقة طيب في أحمد عصام الدين بس كنت أقولك لازم نقول أحمد عصام الدين بيقول صباح الخير صباح الخير على حضراتك بيقول بعيداً عن سؤال برنامج يا ريت كلنا ندعي لمحمد عادل ربنا يشفيه ويعافيه ونقوله أنت أقوى من أي سرطان وانت بطل اللهم شفيه وعافيه يا رب بإذن الله يعني ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة لكل وسجد وكل صحابة يعني أجره وعافية يا رب كده ويفي بيزان حسناته وإن شاء الله يقوم وينتصر على هذا المرض هو كل يا رب مصابين مرضى سرطان يا رب طيب ناخد عبد المنعم جبالله عبد المنعم جبالله بيقول صباح الخير عليكم وعلى كل المنايفة بيصبحوا عليكم أن امتحانات كانت زمان أما الآن الطلاب مش فرق معاهم حتى معظم الطلاب أخذوا أجازة من الدروس وبعد العيد بعد العيد يحلها الحلال وكل سنة وانتم طيبين يعني أعتقد هي نظرة خارجية أو نظرة سطحية وده يعني ما نقدرش نعمم ده ونقول إنه هو ده السوداء العظم برده أنهم مسؤولين عن نفسهم يعني الطلاب في أسرة مسؤولة عنهم ومش يعني مش أسيات قرارهم كده زي ما بنقول طيب في عبد الحكيم فهيم بيقول صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكم صباح الخير على حضرتك بيقول أنا عن نفسي بعتبر ولادي كل يوم في امتحانات ومعظم الناس كده من درس من الدروس من ذاكرة الدروس يعني والعيال بتصحى من الفجر ترجع على الفطار وخاصة برمضان يدوب يفتروا وينزلوا ويجوا بعد العيشة يناموا عشان تاني يوم فعلا أرهاق كامل للجميع يعني أعتقد ده برضو سوء إدارة للوقت يعني حتى لو طول الوقت إحنا بنحاول إحنا نحصل العلم هو لطيف بس لازم بيقى فيه وقت عشان نقدر نستوعب المعلومات اللي إحنا بتدخل في عقلنا طيب فيه يعني كميات التعليقات الكتير اللي موجودة فيه كحلاوي فتح محمد بيقول صباح الخير والسعادة عليكم من أسيوت أهم حاجة تنظيم وقت المذاكرة للأولاد في رمضان وتحفيز الطفل على المذاكرة وموعيد نومه ويكون معاد النوم هو معاد مبكر بعد العشرة مباشرة وده لأن يستطيع الإبن التنصيق بين المذاكرة والراحة وكمان لازم التدريب على حل الامتحانات للأعوام السابقة والمذاكرة بعد صلاة الفجر يعني نفسي تقريبا الكلام اللي كان بيقوله السيد محمد أعتقد فيه أخيرا سريعا يحيى أبو العيلة غالبا ده مش تعاليق غالبا دي شكوى من صباح الخير يا ربا سكدريا أنا أبويا بيذكر لي كل ساعة قبل السحور وبعد الفطار قبل السحور هي بعد الفطار وغالبا نزده قبل السحور وقبل الفطار غالبا وكيد خايف على مصلحتك يا أستاذ يحيى أو يحيى على أي حال لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقراتنا لكن هنروح لفاصل سريع جنتا ونرجع نكمل معكم باقي فقراتنا